عمليات التجميل وما أدراك مع عمليات التجميل الستات بيروحوا يعملوا تجميل عشان التجميل يزيل بعض الملامح اللي مش لطيفة في الوجه لكن بعض الستات بتبقى عايزة تركب وش تاني غير وشة الأصلي وده أحيانا بيؤدي نتاج غير مرغوبة قد تصل في بعض الأحيان للتشوئ الموضوع ده ممكن ما يكونش مقتصف فقط على الستات بالمناسبة فيه رجالة برضو بيروحوا يعملوا بوتوكس وفلر وشفت ونفخ وهخ وبخ وحفر وبقع ورؤع وكل حاجات دي كلها نهم يا إخوانا فيه ستة جميلة راحت الدكتور تجميل عشان تعمل حاجات بسيطة في الشهر ولكن النتيجة كانت مش بسيطة بالعكس حصل تشوهات كبيسة الستة دي عملت فيديو ونزلتها على السوشيال ميديا علشان التباية خلونا نشوف مقطع صغير منه بقدر يتحمل يعني نفسيا جسديا تابت كثير شكرا كلكم زوق ما بدي حدا يتعرض لشي اللي أنا تعرضت له لأنه أنا أكتر واحدة بعرف اديه هيدا الشي متحب اديه هيدا الشي بيوجع 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 الجسم بيوجع روحك من جوا بتتوجع لها ما تلاقي حالك ما في إلك حل ولا إلك علاج اشتركوا في القناة علشان نفهم أكتر إيه اللي بيحصل يساعدنا أن يكون معنا الدكتور حيدر الخياط أخصائي أمراض مهنية وطب تجميلي دكتور حيدر مساء الخير ومنورنا أهلا وسلم دكتور أهلا بحضرتك دكتور هو إيه اللي بيخلي الأمور يتؤدي للتشوهات اللي احنا شفناها دي طبع إذا مو عمليات جراحية على ما أعتقد هاي إنه أبر بس بدولة الإمارات احنا ما عدنا هذا الشي أعتقد على أكثر مستخدمين أبر دائمية فيسوي هاي المشاكل على ما بدأ بالصورة بصير هاي الفحص والترتيب أو انفكشن يصير مرات نادرا هذا الشي بس هاي مو بدولة هنا أنا قليل ما عدنا هالمشاكل بالإمارات طب خلينا نعرف بقى هو المشاكل دي أصلا بتحصل لي يعني إيه نوع الإبر اللي تؤدي لهذا النوع من المشاكل أبر احتمال احتمال إنه هاي أبر دائمي على ما يبدو يعني إيه دائمي الفلر الأنواع أكو فلر دائمي أكو سمي دائمي وشبيه الدائمي وأكو المؤقتة اللي هذا سدارت بالعالم كله وبالإمارات هذا سيف أمين ما عدنا أي مشكلة به نضيف خصوصا من دولة الإمارات كله مسجل الأمور طيبة ماكو أي مشكلة بس مرأة يصير زيادة نقدر نقصة قليل نقدر نزيدها ماكو أي مشكلة بالفلر المؤقتة اللي مستخدم شركات هواية وكلها مفحوصة ماكو أي مشكلة بس أعتقد ذول بدول مثلا يستخدمون دائمي لا يزالون أو يصير نادر ما يصير ما صارع طب دكتور حيدر حركة لو تبفت نظري كأنه أنا وأنا بختار الفلر اللي حطه ولا البوتوكس والكلام ده أنا بختار يا كده يا دائم يا مؤقت ولا الطبيب هو اللي بيقول لي الطبيب هو اللي يقول لك لأن النتائج الدائمة طبعا دائمي نستخدم العلم بس بحالات أمراض قوية ضائع النسيج أمراض كذا يستخدم ما عدنا حيلة يستخدم بهواية مكانات بس بشكل عام الطب التجميلي الآن وكل التجميلي هو إزالة أنتي إيجينج أنا أود إلى الوحدة تبقى حلوة خفيف ما نروح على هاي الأمور لهواية أو هي معقدة ما كله هو انتشار وصار أمين وسيف أنت أجل تريد لواحد يبقى حلو يريد ما يقبر بس ما عندك أي مشكلة بالفلر بس احتمال هي هاي فلر مساوية أو مساوية شيء آخر نعم ماكو بيها أي مشاكل الفلر أمين سيف طب يا دكتور هو فيه احتمال أنه الحد مثلا يعمل حاجة بوضل وشه فيعمل عملية تانية تصلح البص هنا إذا عملية إذا عملية جراحية لا غير موضوع العمليات الجراحية بالوجه رينو بلاسي للأم شد الوجه أدهم مثلا سكار أو فتشغلات يحتاجها لتداخل جراحي هذا طبع المريض هنا لازم يفهم شي يصير نريد أن حاسنا مرات يعني لا محال ما عندنا أنه توصل إلى حدود تنسد إلا جراحة فالجراحة لازم تحقق لأجمل بس هي ليس شي بسيط قبل روح يسوي جراحها دكتور جراحي وفحصة يحتاج تشراح له ما سيصير بعدين يعني هل النتيجة حلوة بس يعني كأنه دكتور حالك بتقول لي أنه لازم المريض وهو رايح للدكتور يكون مريض مثقف الموضوع اللي هو راح يعمل في العملية عارف أنه ده ببدائل كذا وكذا أنت تعمل كذا لي صح مثقف أو قاري مثلا بأوروبا يجع عارف كل شي إحنا ما نتعب ويعطي رأسا نتجي يأخذ العلاج ويطلع هنا أنا حتى لمثقف بس المفروض المشاكل مشاكل التجميل مرة نحسبها بعياداتنا نقول خمسة واثمانية المواد المستخدمة أو الجراحة خمسة عشر المريض لا يفهم ماذا يريد يعني يريد جراحة أنه يسوي لها كل شي مرة وحدة ما يرفع لها يزيل لها الدهون أو يسوي لها لسكار يعني لازم يفهم المريض هلقى هذا نسبة النجاح أنت أحسن أنت أحلى أنت أفضل لازم مرات يصير بيرفكت إذا هي مثلا مرات واحد عندها بطنة كبيرة يشيل شوية 40% منها نعمة بس مرات مشش 100% يعني يراد لها دام ويراد لها أسوال تعتمد يعني الجراح وقابليته ومكانيته وشون يجي طبعا كل واحد حسب رولز موجودة هنا أنا أغلب الجراحين نستخدم الرولز الموجودة بالإمارات اللي من الهيئة الصحة ومن وزارة الصحة يعني كل واحد محدد بس أنا أستحك أتكلم عن الإمارات يعني الوضع اللي في الإمارات استثنائي جدا مقاراة بمعظم دول العربية وفش رقابة حكومية قوية بقى يبقى ضمير الإنسانية الخدمة الإنسانية ما يريد يضرها يشتغل لها مهنانا هم مرات تيجي تريد ما تضربه هم تريد تستفيد يعني يعني عرفت شلون يعني مثلا مرات وحدة تسوي أبار مثلا وحدة ثان تقول ما أريد قولك ما استفادت فراد لها أكثر يعني هم في التعامل بالمريض نصح كل الناس أنه أكو قاعد كونسف بالتجميل يسلك دكتور دكتور سلكتيو تسوي الوجاع روح الغيري ليمشي عندي أنا أكو قاعد يمكو الاعتقاد يسبق الاعتياد والاعتياد شريعة العباد وحد يتعلم على الشي شون فنان أنا أشغل شغل يريحني ومتونس عندي زبائن منها النوعية وأكو قاعد الأخ الطبيب يعمل ماذا يريد زبوم بحي يتلاقي ضرر ضرر لف ضرر للمريض خليت ونس هو جادي يصير أحلى بس تشرح لها ناس تقول لك أنا تعبت مثلا من اللغة دي أريد أوبر أو كذا نشرح الهم بينها قدنا جراحة قدنا جراحة وياها جي بلازمة قدنا شفط قدنا أوبر موجودة هسا حديثة سوينها بس إحنا كده كأننا لازم نقول اللي رايح للطبيب عشان يعمل فيلر أو بوتوكس أو أي حاجة لا يلقى بالتجميل لازم يعد على كذا دكتور مثلا أو يسمع كذا رأيي مش أول دكتور ما يقوله يروح منفز وخلاص إذا سأل لك دكتور وقارئ ما شاء الله الإنستجرام معروف الطبيب أهم كونسبت آخر دام مرهم جت الطبيب أمين أمين مع المريض ثلاث مرات والمريض أمين أمين يشرح له بس بعدين يتفاجئ يا بش رحت لك قلت لك ويكتبوا له كل شيء هنا تبدي شوية عدم الارتياح إحنا شنو الكونسبت مالصحة التجميلية بالعالم إحنا مريض المرضى يصرون حلوين كانوا بالأربع سنة يصر وجوههم تصبغات مشاكل أريدهم ما يفقدون الثقة بالتجميل تصير أخطاء يعني بس إذا راح سأل لك الدكتور يشرح لك قلتنا المخبوخ لها شوف عجبت روح يشتغلي بس لازم تفتهمي شي يصير مرات مثلا مشاكل يقول لك أبروح يريد يصير كبير يريد لأبرتين هاي هم مشكلة عدم فهم المريض يحاول الموضوع كأنك أنت راعد وطرتنا كبير مشكلة لك راعد الكوفر أمر زين مثلا هسا نحن نسوي بعض بعياداتنا سوينا أبروح تايقر هي عبارة عن يكون كولاجين بعد ما نحتاج هي اسم الدل أعمالتها سكلافترا وكاليسيوم بعد ما يحتاج فيلر هواية هنا الموضوع كان على فيلر بعد هذا هو يكون كولاجين وكو أبر تكون شحم فخلال سنة مثلا كان يستخدم لفد عشر فيلر إذا استخدمنا تايقر وبعد ما نحتاج فيلر سنتلاخ واحدة واثنين لحي تكون كولاجين ويشغل بطريق بسلا وردو قرار الطبيب ولا ده رغبة المريض لأ هذا نشرح له وقرار الطبيب بالطبع عن اللي حتحمل ممكن يكون في حساسية ممكن ستة تتحسس أو ستة أوراق لتتحسس من نوع معين من الحؤن ايما سوي إذا هستري بس هي كلش أمينة هذا الأبر التجميل كلها مرات تصير حساسية أوفردوز ألم موجود بعض الأبر مثلا الشفط الرفع ما نقدر نوقف لألم وما نقدر نستخدم ثلج وما نقدر نحط تخدير هواية لأن يقلل عملها بس الدكتور انت ورد بتطولون مشاكل تروح رايحة عند الدكتور زي حدثت كده تشوفها وتخطبها وتتقوزها وبعدين تقسر وشها وشها ابن عمه إيه عم القصة أسلحة الخداع الاستراتيجي هذي بتقولوها هذا يد بوظن داني هذا شي حلو جميل يعني مثلا أهل قبل كانوا يغسون شعرهم ميتشرين الطورة الصحة التجميلية أبر أن تحافظ على جمالها معا فشي جميل ومرات وحدة أكو ناس يضمن أنهم أنا ملاحس حاجة حضرتك ما بتحطش لفلة ورنبوتك وصلك كلام لها إيه أنت بس بتملأ للناس بشيك لكم الموضوع فعدني القطارة أنا تراد غير شكل ترتيبات إن شاء الله خليني أشكرك يا دكتور حبيب الله يحفظك ودكتور حيدر الخيات أخصائي الأبراد المهنية والطب التجميلي كل شكرا حركة أشكرا شكرا جزيلا